سهلا بكم في حلقة جديدة من لمة العيلة للشرحات النهاردة بإذن الله هنشرح برنامج فيلمورا جو برنامج ده من أفضل البرامج المستخدمة في المونتاج لو تحب ترفع فيديوهاتك على موقع زي اليوتيوب وهو ده اللي يهمنا البرنامج بيجي بالشكل ده ونضغط عليه بيجي عندي مشروعات محفوظة وينشأ فيديو جديد مشروعات محفوظة اللي سبق التعامل معها قبل كده دي اللي انت كنت بسعملها قبل كده وبنقدر ندخل على أي واحد فيهم ونضغط حسف أو بنضغط تعديل أو بنضغط مشارك تعديل بيفتح معي الفيلم وابتدي ان انا هعدل فيه لو كنت عامله قبل كده بنعمل رجوع وحسف ان انت ممكن تحزفه لانه بقى خد مساحة على الممري فانت عشان تفضي تلفونك ومشارك ان انت بوضع الحال ده ممكن تشاركه على أي وسيلة من وسائل التواصل مع الآخرين هنبدأ النهاردة ندوس عودة هنعمل انشاء فيديو جديد هنتعلم النهاردة اول حاجة في الفيلمورة جو هو قبل ما تبدأ تعمل عليه فيلم لازم تقسم ملفاتك بحيس تبقى عارف انت رايح تشتغل فين بالزبط فانا هبدأ النهاردة هعمل معاكم فيلم عن جاتو السبع معالم عشان كده انا مقسم عندي الفولدرات كلها باسماء الاكلات اللي انا هعملها تسهيلا علي علشان ما افضلش ادور الملفات فيها فبنجي هنا جاتو السبع معالي اهو ده لو بصينا فوق هنا كده اول كلمة فوق على اليسار في هنا الفيديو وتاني اوبشن ده الصور احنا هروح عند الفيديو هناخد ده اول واحد اقدر هنا شغل من النص وهقدر ان انا اقص في البداية ان انا احرك المؤشر كده عشان اشوف هبدأ منين واقدر من النهاية نفس الشي ان انا احرك بحيس ان لو في جزء انا مش عاوز يبقى موجود معايا ابتدي اتحرك بالفيلم كده لحد الجزء اللي انا محتاج ان انا اوصل لي بعد كده بنقول اضافة نتأكد يا جماعة من كم اضافة بيزهرلي علي اليسار هنا رقم واحد يعني معايا فولدر واحد بنعمل عودة ونجيب الفولدر التاني وبشغل حتى لو مش بنفس الترتيب مفيش مشاكل وبراح دايس اضافة بيتنلب هنا ده رقم اثنين وانا متأكد ان هما دول الافلام اللي انا محتاجها فبدوس اضافة وبعمل عودة وادوس اضافة لازم ادوس اضافة وبعدين عودة لو عملت عودة من غير اضافة الرقم هنا هربعة هو هيفضل اربعة مش هيزيد حاجة يعني بمعنى انك لازم تتأكد ان انت اخترت الملف كويس بعد كده بعمل عودة وبدخل على ملف الصور عشان اجيب الصور الخاصة بالفيديو ده انا مقسمهم هنا برضو نفس الشيء جاتو السبع معالي انا اعمل الصورة المصغرة هنا اللي هتظهر للمشاهد وبعد كده بقول له تالي اي فيديو يا جماعة لازم يكون لي مقدمة انا نسيتها تحط المقدمة فبروح داس على علامة زائد دي اللي هي اضافة اللي تحت على اليمين وبرجع تاني للفيديوهات وبشوف عندي ان انا كنت مخزن قبل كده مثلا اضافة زي دي مقدمات كل دي عندي مقدمات انا مجهزها قبل كده باختار واحدة منهم ولتكن مثلا دي بشغلها اه بتأكد ان هي اللي انا عاوزها واقدر ان هنا جريها بحيث ان انا اقص جزء معين عندي هنا الفيديو هيخلص على كده انا عاوزها هتوصل في الثانية دي اللي هي قبل دي اللي هي دي يبقى انا عندي من النهاية هشتغل كده من النهاية طبعا عشان كان معمولا بلكده فحطت لوجو الفيلم لو شفناه هنا ده لوجو البرنامج في المراجع انا بتحرك لحد المكان اللي انا عاوز اقف عنده هنا وبقول له اضافة مش التالي بقول اضافة يبقى انا كده عندي ملف تاني وبقول له التالي كده انا بقى معايا الملفات والصور نجرب التشغيل طبعا انا عاوز الصورة دي الاول بامسكها الصورة دي انا عاوزها في الاول امسكها وطول وامشي بيها واحدة واحدة لحد ما اتروح للمكان اللي انا عاوزه خلصت بعد كده عندي المقدمة تمام بامسك المقدمة وحركها معايا واحدة واحدة لحد المكان اللي انا عاوزه ودوس على علامة موافق نشغل مع بعض دي كده هنا علامة ازل على الصورة بعد كده بتتنقل على الفيديو اللي بعده واللي بعده تمام خلاص انا كده بدأت الصورة دي مثلا اعاوز اعمل لها مدة ممكن ان انا اطول المدة بتاعتها وممكن ان انا اصغرها انك تلمس الشاشة وتحرك الوقت بتاعك هي كده عشر ثواني المؤشر الفوق ايدي اهول لو شايفينه اقدر اننا انزل او ازيد او اقلل خلاص وافقت على العشرة خليها مثلا خمسة عشان ما يبقاش فيه ملل من ناحية المشاهد واقول له موافق الكروب ان انا هاقص الصورة عاوز اصغر دي كده شوية او اكبرها تمام ممكن اخليها على قد السبعة دي بس افتح بسبعين على الشاشة ده الكروب يا جماعة اللي هو الزوم احنا نرجع الواضعات الطبيعية والموافق طبعا انا عندي هنا على جهة اليمين في الحفظ وفي السماء وفي موسيقى وفي الانتقال وفي معدل القص وفي ادوات التحرير نشرح واحدة واحدة اول حاجة السماء لما بتضغط عليها بيظهر على الجانب الشمال بالشكل ده تقدر تضيف واحدة من دول اللي تعجبك على الفيديو عندك موسيقى مش عاوزين حاجة بدون لا يوجد تمام ثاني حاجة الموسيقى الموسيقى لما بنضغط عليها بيظهر تحت كلمة زاد بيوديك عند ملفات الموسيقى اللي عندك في التليفون او اللي البرنامج بيوفرها البرنامج بيوفر موسيقى كتير هو دايما بينزل تقريبا بسبعة وفي عندنا داونلود اننا نقدر احمل من موقع البرنامج وفي عندنا المكتبة ان انت الحاجات اللي متخزينة على تليفونك والمزيد لو انت حبيت تنزل من البرنامج بزيادة اللي هو المداء اللي احنا ما نزلناهش قبل كده لكن هو متوفر على البرنامج والدولود اللي احنا نزلناه قبل كده والاعداد المسبق زي ما قلنا بندوس على واحدة منهم وبختارها امتى تبدأ ومدتها دي مدتها خمسين ثانية اقدر اخليها خمسين او اكتر او اقل عن طريق تحريك المؤشر ممكن بتكون انت مش الغاء ممكن يكون انت اخترت موسيقى ومش عاوز الموسيقى تبدأ اللي هي المقدمة بتاعتها فانت بتبتدي لما بتختار بتقدر ان انت تحرك من البداية انك هتقص اول هنا الموسيقى تبدأ من النص من هنا تمام ده كده بالنسبة للموسيقى اللي انت بتختارها بتقول موافق بديجي معاك من صحتها دي النقطتون دول على الفيلم بتاعك ككل لو عاوز الموسيقى تبدل شغالة في الفيلم بتاعك على طول بتبتدي تسحب الجزء التاني ده لحد النهاية من الاول للاخر لكن انا بالنسبة للموسيقى بأفضل الموسيقى اللي بيوفرها اليوتيوب لان ما بتكون معلهاش مطالبات فمش هتعمل موسيقى وتعمل فيلم وتاخد مشاهدات واعجابات وتعليقات وبعد كده تلاقي عندك انتهاك للخصصية فافضل شيء ان احنا بنلغي الموسيقى من هنا تمام وبنخلي الموسيقى اللي هناخدها من برنامج اليوتيوب أثناء الرفع ده بالنسبة للجزء اللي على يمين بالنسبة الموسيقى الانتقال اللي هي بندوس هنا زائد وعند الاعداد المزيد في عندي الاعداد المسبق اللي هو المجاني بالشكل ده لو دست على واحدة بتبتدي تتنقل من صورة لصورة او من فيديو لفيديو بتختار اللي يعجبك يبقى دي العلامة اللي على يمين اللي هي الانتقالات كل واحدة من دول لو دست عليها اكتر من مرة ومرة تانية بتدي شكل غير يعني كل واحدة تحتها كذا حاجة يعني مثلا دي ده الشكل ودي شكل ودي شكل كلهم هي واحدة لكن لما بتدوس عليها اكتر من مرة هي بتتغير كذا شكل يعني لو انا عندي مثلا هنا خمسة كل واحد منهم فيه كذا واحدة فبقى عندك عدد زيادة بتقدر تضيف اللي انت عايزه بنقول هنا كده موافق هي دي اللي بتتحط تعالوا بقى ندخل على الملفات اللي احنا اخترناها اول حاجة الصورة دي بيزهر عندي تحت اوبشن كتير اقدر اتحكم فيه في الصورة اول حاجة المدة شرحناها تاني حاجة الكروب شرحناها بعد كده الترجمات الترجمات كأنك بتزيع فيلم وعاوز تضيف ترجمة لكل مقطع على حدة بتضغط علامة زائد بيزهر بالشكل ده نضغط هنا وبتكتب اللي انت عاوز تقوله وبتختار الخط من هنا تمام وبتختار الالوان عندك لون واحد وعندك مالتي الوان متعددة ان الكتابة تظهر بكزا لون زي كده وعندك اله اللي هو بيبقى اعلى شوية في الهورزن والفرتكال اللي هو رأسي وافقي يعني توزيع اللون توزيع اللون بكراس وافقي شوفين هنا اليمين اغمق من اليسار فاتح لكن في الفرتكال بلاقي عندي ان الفاتح بقى فوق والغمق تحت هو ده اللي اختلاف ما بينهم طيب بنقول مثلا موافق طبعا بقدر اكبر الكلمة او اصغرها من هنا طيب نجيب لون تاني ندوس برضو على مين على الكلمة نفسها او على الكلمة من تحت وهنختار مثلا الالوان وهناخد اللون ده واقول له موافق لان الصورة فتحة فانعاوز عشان انتوا تشوفوها هي دي الكتابة تقدر تحرك هنا تقدر حركة هنا طيب لو انا عاوز احزفها بضغط على علامة الاكس اللي فوق دي اللي جنب رقم سبعة اللي بتظهر مع التحريك بضغط عليها خلاص الكتابة اتحزفت وبقول له لغاية ان انا مش هعمل كتابة ده بالنسبة لمن للترجمات بي اي بي البي اي بي لما بنضغط عليه ونقول علامة زائد ان انت عاوز تحط صورة على صورة عاوزين نحط صورة على صورة مثلا علامة اعجاب مثلا صورة لوجو مثلا زي كده اقدر اتحكم فيها اخفضها اصغرها او اكبرها او اللفها تمام دي بالنسبة للبي اي بي احنا هنعمل إلغاء لان احنا مش عاوزينها البي اي بي كمان في حاجة كنت عاوزين نشرح لكم ان احنا لما بنختار صورة مثلا اقدر اتحكم فيها هتدخل ازاي للعمل اللي انا بعمله بمعنى هنختار نفس الصورة اختار نفس الصورة بتحكم في الوقت اللي هتظهر فيه الصورة عن طريق ان انا اغريها هنا تظهر في الاول او تظهر بعد الاول بسواني او تنتهي قبل اللقطة ما تخلص لو ضغطت هنا بقى على الابشن اللي على يمين اللي على اليسار بنشوف ان شكل الصورة بتحرك ازاي بتوصل ازاي للبرنامج هتبقى بالشكل ده كل ما بنتغير هنا كل ما الابشن عندي بيتغير تمام؟ انا هعمل لغاية لان مش عاوز احط صورة دي بالنسبة للبي اي بي ان انت عاوز تسجل حاجة بصوتك لما بتضغط عليها بتلمس المايك وبتتكلم ان انت بتشرح وصف للصورة دي بعد كده عندي المرشحات البرنامج بيجي فيه مرشحات جهزة اللي هي بتحكم في الوان للصورة بالشكل ده ان حتى تبقى صورة قديمة او صورة كارتون طيب انا مثلا ان اخترت ده بس الصورة غام قوي اقدر من المؤشر اللي هو الميال على الشمال ان افتح الصورة او اقفلها بالشكل ده نيجي بعد كده للتراقبات التراقبات اللي هي اشياء بتدي للصورة رونة جغير هنختار مثلا واحد زي ده او واحد زي ده او واحد زي ده او لو في عياد الكريسماسو بنعمل حاجة ممكن نحط كده زي الايس في تراقبات كتير تقدر تختار منها اللي لائم العمل اللي انت بتعمله بعد كده عندي العناصر العناصر عبارة عن زي ايكونات بالشكل ده اقدر اختار منها مثلا هنختار حاجة زي كده لان احنا عاملين جغتو مثلا فحاجة كده يعني ايه زي ايه عيد ميلاد دي حاجة راجع عليكم انتو على حسب زوجكم وبنقول له موافق هي كده خلاص النافط بعد كده عندي التراقبات خلاص والعناصر خلاص بختار عنوين العنوين ان انا عاوز اكتب حاجة هنا بتتكتب بالشكل ده او بالشكل ده وبتبتدي تختار اللي انت عاوز طيب انا هلغي العناصر تمام ادوس الغاء علشان تبقى السرواة لكم طبعا طريقة الغاء احنا بنتضغط على العناصر وبيظهر عندي على اللي صار هنا خالص كده الممنوع او ان ما فيش اي حاجة محطوطة وبقول له موافق هنيجي بقى للعنوين اللي بنشرح فيها مثلا لو حاجة زي كده او اخترت حاجة زي كده بنلمس الكتابة هنا وبكتب اللي انا عاوز اكتبه تمام وبقدر اتحكم فيه في اللون لا هنا مفيش تحكم هنا كتابة بس والبرنامج هو اللي بيخليها باللون الابيض وبيدفع عليها الشكل انت عاوزه طالما كتبت تقدر تتحكم في اي واحدة من دول وهو هيكتب نفس الكلمة سواء عربي او انجليز لكن في حاجة عاوزة فاهمها لكم هنا الكلمة دي نقدر نقول مثلا تبقى عبارة عن ترحيب بالناس او ان انا بقفل وبقول صحتين وهنا ده بالنسبة للعنوين التدوير ان انت بتقدر تتحكم في الصورة الدوران بتاعها او العكس او الكلام يبقى بالنحي التاني على اساس انه ممكن تصوير فيديو او شيء هنا الاربعة دول اللي بتحكم فيها بقول له موافق على اللي انت بتختاره وبعد كده بندخل على ادجست ادجست دي اهم حاجة عندي ادجست هي التحكم في جودة الالوان بالنسبة للصورة او الفيديو عندك لو ضغطنا على رست اول واحدة اللي علي الشمال اللي هو لو انت عملت اي تعديل بيرجع للاول مثلا تاني واحدة الاضاقة بتعلي وتوطي الاضاقة بالشكل اللي انت عاوزه الكنتراست وفي وفي كل الحاجات دي عندك انت تقدر تتحكم فيها تشبع الالوان الضل عدسة الزوم كل ده بتقدر حكم فيه منه بنعمل رست ان انا برجعها لطبيعتها تاني وبقول له موافق وبكمل اللي انا بعمله في تكرار ان انا بضيف المشهد ده او الصورة دي مرتين معايا في الفيلم ولو اخترت حسف البرنامج بيأكد عليك هل انت فعلا عاوزت تحزيفها فانا هقول لا لان انا هكمل العمل بعدين بقول له موافق بلاقي تحت في الشريط الحاجات اللي انا اخترتها لبتتحرك تحت دي ان الصورة تكررت مرتين طيب انا باخد واحدة منهم ادوس الاول صح عشان الصور تثبت اخد واحدة منهم وبرا عند اخر حاجة بقول له ايه حسف وبقول موافق لان انا محتاج صورة واحدة بعد كده بنتنين للمقطع التاني المقطع التاني في موسيقى الموسيقى دي محتوطة للمقدمة بس فانا من المفترض ان هعمل موسيقى كاملة للفيلم ككل فانا بروح تحت عند اوديو ميكسر اوديو ميكسر بيبقى فيها ثلاثة اوبشن اول واحدة اللي هي الموسيقى اعليها اواطيها لحد ما بتختفي الموسيقى كده المقطع بدون موسيقى ولو المقطع اساسي كان عليه حد مسجل حاجة بسوته بلقاها موجودة في الاوبشن التاني ولو في تسجيل بلقاها في الاوبشن التالت انا كده التلاتة مكتومين لان ما فيش علوم اصوات وبقول له موافق وهكتفي بالموسيقى اللي انا هحطها في اخر اثناء الرفع على اليتيوب طيب بنقول له موافق وبنتنقل للمقطع التاني المقطع التاني اثناء التشغيله بدخل على الاوديو ميكسر بلاقي ان هنا التصوير هو اللي عليه الصوت اقدر اكتم الصوت وافضل نسبة اللي هي المية في المية منعا لازعاج المشاهد كده ده بالنسبة للصوت تعالوا بقى نشوف الاوبشن اللي تحت بيتغير مع الفيديو ولا لا اول حاجة بالنسبة للقطع ان انت عاوز تقص جزء في الاول نشوف كده بيقوله انا عاوز ابدأ من هنا مش عاوز المقدمة اللي هي بتقولها فبحرك دي واوصل عند النقطة اللي انا عاوزها عداد بيتحرك معي على الشمال وابدأ من هنا ولو لمس المؤشر اللي على اليمين في الاخر اقدر اتحكم في اخر مكان او اخر مشهد في الفيديو انا عشان الفيديو اوكي هضغط الفيديو من الاول للنهاية وبقول له موافق الكروب ان انا التصوير في الكرسين الصغيرين اللي فوق دول هم اللي زهرين انا مش عاوزهم معي في المشهد فبفتح بسبعين بسبعين باخفي اي حاجة انا عاوزها وبشغل تمام؟ يبقى هم حركة سبعين على الشاشة بفتح وبقفل وبقرب بحيث ان الغي اي مشهد جانبي انا مش عاوزه او اي شيء موجود قد يكون الشيء ده قد يكون الشيء ده لوجو لبرنامج او قناة وانا عاوز احذفه من عندي هنفترض ان هو المعلاقة السفرة اللي فوق فانا لما بعمل كده وبتحرك مشهدي من مشمال بقدر الغي الجزء اللي انا مش محتاجه بنقول موافق وبنكمل مع بعض الترجمات ان هي اثناء ما بتقول مثلا بتقول المقادير بتقول شيء فانا مش هكتب مقادير لأ انا هكتب اسم القناة فوق فانا بعد ما بدوس كتابة بفتح كده علشان عاوز الاسم يفضل موجود معي فوق وبكتب هنا كده اسم القناة اكل بشوات وبختار الالوان واقدر اختار الخط زي ما فهمنا مع بعض وبقول له موافق اما بدوس تشغيل الكلمة موجودة فوق طيب المس الكلمة اللي تحت وابتدي حرك مكانها بحيث انها هتبعد عن الصورة اللي انا عاوزها كده بيبتدي يديني الكلمة انت عاوز الحركة ازاي على الشمال لو ضغطت هنا او هنا او هنا او هنا وبقول له موافق طيب احنا شرحناها ان انا اضيف اي صورة على الفيلم اللي شغال ولتكن صورة نفس الصورة اللي اخترناها الاول كده اقدر اصغرها والفيلم شغال واتحكم الصورة دي هتبقى موجودة فين عن طريق المؤشر تحت بالشكل ده الصورة اقدر اتحرك بها يميني وشمال تمام وممكن لو ضوست على الاكس الغيها ده البي اي بي اللي انا بشرح لكم الفويس ريكورد ان انا لو عاوز اسجل حاجة على المشهد ده والاوديو ميكسر ان انا لو في موسيقى للمشهد او انا بحط موسيقى اتحرك لكم عمل هنفترض ان انا قلت موافق وادخدت مقطع موسيقي للفيلم من هنا وحطيت مثلا ان الموسيقى دي فانا بقول له موافق الموسيقى هتتحط في الفيلم ككل وبقول له موافق وباشغل كده الفيلم بقى فيه موسيقى هنقل على المقطع اللي احنا بنتكلم فيه ونشغل بنلاحظ ان الصوت الموسيقى اعلى من اللي بيتكلم فانا برا عنده اوديو ميكسر وباشغل والفرق يبقى انا كده 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 صوت الموسيقى وقال موافقة. خلاص عندي فهمناه فانا هرجع تاني الملف في الموسيقى اللي عندي وانا هالملف ده موجود انا بعمله حاس في لاني قلت مش عاوز الفيلم بموسيقى وبقول موافقة. بعد كده هنختار مسلا سورة زي دي كده التراكبات دي كل الحاجات دي تشرحت وتفهمت. الفيلم بقى دي موجود المكاطع كلها موجودة. اي اوبشن من دول اقدر اتحكم فيه وليكن مسلا السرعة. السرعة ده مهم جدا ازاي? لو دست على تشغيل وبعد كده عندي على اليمين خالص الاسرع اربع مرات الاسرع تلات مرات الاسرع مرتين. بقدر اتحكم في سرعة الفيلم او في طباطق الفيلم وهو شغال. بمعنى ان في حتة هي بتشرح فيها وبتتكلم فانا بخلي الفيلم بطبيعته. لكن لو سكتت وعاوز اجري بادوس السرعة اللي انت عاوزها. هنشوف مسال عملي. لو بدأت اصرع هلاقي الشكل كده. في الوقت ده. طبعا انا عاوز الفيلم بطبيعته فانا برجع للاول اللون ده بيتغير. يعني انا لو بدأت اللون ده هنا بيتغير لون وهنا لون وهنا لون الاغمة وممكن بعد كده جده. على حسب اللي انت بتختاره تحت. على حسب ما بيزهر معك في الخط. يعني لو في جزء زي كده في النص يعرف ان فيه بطء وتسريع. فانت حالك الوحيد بترجع الاول خالص وبتدوس على عادي كل ده بيختفي. ويبقى عمدك الفيلم بسرعته الطبيعية. بس كده احنا انتهينا من شرح البرنامج. ومن جميع اللي فيه. واتمنى ان الشرح يكون سهل بالنسبة لكم. وهوريكم بقى في فيديو تاني طريقة انتاج من الفيديو. وطريقة الرفع. وطريقة افضل كاميرا للتصوير. واحنا شغالين بالبرنامج. اتمنى انكم تكونوا استفدتم معانا في قناة لمة العيلة للشرحات. وانتظرونا في الجزء التاني من برنامج. وان شاء الله تكونوا استفدتم. السلام عليكم.